موسيقى 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 استيقظ رابح ولكن عمتي الوقت مبكر مان عمتك هذا لابد انك تحلم هيا مان انه يا الهي ظننت انك عمتي التي اعتدت ان تقضني اطمئني يا رابح ساساعدك كما وعدتك لا تنسى ستصبح بطلا بالتأكيد ستتكيف مع الوضع ومنذ متى تعملين مع الطبيب رابسون انا منذ وقت طويل هل تعلم انه قلق على الطبيب رابسون بسبب انشغاله وكثرة اعماله احيانا اساعده في العيادة واحيانا اخرى اقوم بتدبير المنزل ساعة غيابه هيا فقد استيقظ الطبيب رابسون وانتظرك هيا جهز نفسك واتبعني الى التمرين هيا حسنا اسف على التأخير ايها الطبيب صباح الخير ايها المدرب ما هو التمرين الذي سنبدأ به انه رائع قبل ذلك اريد منك ان تعاهدني بكل صدق حسنا ايها المدرب على ماذا على ان لا تلمس الكرة قبل ان اسمح لك ماذا الكرة هل تعاهدوني على ذلك اجل سيدي صباح الخير جميعا صباح الخير سيد برتيني صباح الخير سنبدأ بالتدريب الفردي اليوم يا رابح احضرت دجاجة كما طلبت مني ايها الطبيب وقد تعذبت كثيرا للحصول عليها هل نجعلها تبيض بيضا للفطور رابح هذه شريكتك في التدريب منذ اليوم ماذا ما الذي تقوله عليك ان تمسكها بسرعة ثم تجري على رمال الشاطئ وحتى المدرسة ثم الى البيت وتعال إلي بعد الدوام المدرسي ولكن أيها الطبيب أيها الطبيب لا أدري حسنا يا رابح لنفعل ما يطلبه منا حسنا هيا قفي يا دجاجة قفي توقفي توقفي اتادي رابح الدجاجة هي التي تطاردك الآن كيف ستحرب كيف ستحرب منها سمعت الدجاجة كلامك أن نجم الكرة الذي أعجبت به يلعب مع الدجاجة يا لهذه الأيام السوداء أنا توقفي توقفي رابح أسرع قليلا أسرع ما بك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي تفعله يا روبسون؟ هل مفهومك للتدريب أن يلعب رابح مع دجاجة لا مع الكرة؟ أجل لقد انسحب رابح من فريق سامبوديستا ليتمرن على يديك إنه يثق بك كثيراً وأعتقد أنه يستحق بعض الاهتمام من جانبنا إنه سيكون لاعباً ماهراً في المستقبل أنت تعرف ذلك ألم ترى ركلته القوية؟ إنه قادر أن يسجل هدفاً عن بعد ثلاثين متراً لقد سألتني إن كنت أستطيع تدريبه وهذا هو التدريب الذي أعرفه ولا وقت أضيعه في الثرثرة معك ماذا تعني بالثرثرة؟ أقول ذلك لأنني أريد أن أرى رابحاً وقد اعتمد على نفسه بأسرع مما يمكن سيرتفع ضغطك إذا غضب؟ بيرتيني هل أعطيك حقنة حتى تهدأ ثائرتك؟ أو تذهب من هنا قل لي كلا لا 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 أحتاجها أبضل ذو كنت صغيراً وأنا أكره الحقن والمهدئ مضر بالصحة وداعاً حسناً دعني أعطيك هذه الحقنة هيا يا رابح هيا حسناً استعد هيا آسف لقد تذكرت ما بالك رابح ما بالك لا شيء ولكن عندي تمرين مع الطبيب روبسون الآن إلى اللقاء أركض على هذه الأوتاد ذهاباً وإياباً سأحاول أيها طبيب عندما كنت طفلة كنت ألعب هذه اللعبة مع الأولاد الكل يقع في الماء هيا عليك أن تحاول ثانية هيا حسناً حسناً أه لا رابح ركز على حفظ توازنك تابع هيا حسناً تابع هيا تابعوا هيا يا رابح عليك المسابرة أسرع أكتر يا رابح أسرع أكتر أسرع أسرع هيا ماريو حسنا جوليان يا للعجب جوليان وماريو تحسن أسلوبهما وزاد سرعتهما عن السابق يا أنا طبعا رابح فقد تقدما جدا وأصبحا لعبين الرئيسيين في سان بودستا وأنت ستصبح بطلا هيا إذن هدف رائع من جوليان هدف رائع اشتقت إليك رابح أنجزتما هدفا رائعا ماريو أحسنتما جوليان لا يغلب يحقق ثلاثة أهداف كل يوم حتى أثناء التمرين يجب الاعتراف بأنه هدف رائع من المؤسف جدا أنك تركت الحريق يا رابح لقد سمعت بأنك تنوي البقاء هنا في جنوة كي تتدرب على كرة القدم فهل هذا صحيح؟ قل لي ماريو انسحب رابح من سان بودستا لا علاقة لنا به دعه لا تصدق نحن لسنا بحاجة إليه دعه يذهب مفهوم؟ جوليان ولكنني لم أنسحب أبدا من الفريق يا جوليان صحيح فرابح يتدرب الآن تدريبا خاصا على يدي الهدف السابق لفريق فهود إنجلترا وهو الذي يدعى الطبيب روبسون سمعت عن ذلك لابد أنه يدربك على أسليب رائعة وجديدة صحيح يا رابح؟ هذا مصير للاهتمام حسنا يا رابح ألا تستعرض لنا إحدى التسديدات الفذة التي تعلمتها من المدرب الشهير؟ هيا يا رابح هل تعاهدني؟ تعاهدني؟ آه رابح رابح هل أنت بخير؟ ما بالك رابح؟ ألن تركل الكرة بكل عزمك؟ ألن يصدمى مدربك الخاص عندما يعرف ما حصل؟ هيا ماريو ليس لنا أن نقلق على شخص كهذا هيا نعود إلى التدريب إذن إلى اللقاء رابح فعلا إنهما وقحان جدا هل أنت بخير رابح؟ آه رابح أخبرني بيرتيني كل شيء قال لا يسمح لك بلمس الكرة لا أدري ما هو غرض الطبيب رابسون ولكن لابد أن الأمر صعب جدا عليك على أي حال انتظرني قليلا سأحضر لك شيئا تحبه حسنا رابح انظر إلى هذه الطابة كان ابني يستعملها عندما كان صغيرا أركلها بكل عزمك وطبعا لن أخبر الطبيب رابسون سأحاول أن أتجاهل كل ما أراه الآن موسيقى هل تعاهدني على ذلك؟ سأهتف لك من الوطن أعيد تريد أن تصبح بطلا ليس سهلا تحويل الحلم إلى حقيقة أولا هل تريدني مدربا لك؟ أعيدك قد أخذت عهدا ليس فقط أمام الطبيب روبسون ولكن أيضا أمام عمتي يجب أن أعاني حتى أحقق حلمي الكبير أيها الطبيب لماذا لا تسمح لرابح بلمس الكرة؟ ليس من السهل أن يتدرب وحده من دونها يصبح حلمه مستحيلا أيها الطبيب كن لطيفا معه واسمح له بأن يلمسها لقد حافظ رابح على وعده تماما ثابر يا رابح والآن عد بالطريقة نفسها هيا رائع أحسنت يا إلهي كان على وشك النجاح أنا آسف سأحاول ثانية رابح من الفئة التي يجب أن لا نقلق عليها أبدا عنا رابح أقوى مما تتصورين ولذا فكرت مليا قبل أن أصبح مدربا له حيا يا رابح تابع أحسنت رابح أحسنت فعلا أمسكتها أحسنت إنك مدهش رابح إنه فتن رائع هيا لنا تسابق رابح لن أخسر اليوم أبدا لن أخسر أه لا انتظرني لا تقلقي إذا أخرت ثابري ثابري أنا أحسنت رابح تابع تابع أحسنت رابح هي تابع إنه مدهش مدهش نجحت نجحت أخيرا وقطعت المسافة نجحت نجحت أنا نجحت أنت مدهش رابح انتبه خل أيها المدرب هل تعني أن رابح يستطيع أن يلعب الكرة؟ متأكد أيها الطبيب يركل رابح الكرة بقوة كبيرة ولكن له جسم ولد ولعل التدريب الأساسي مضن ولكنه مهم جدا السيقان القوي والتوازن ضروريان للسيطرة على الكرة إذن كنت تدربه لتحقيق هذه الأشياء كنت أعرف أن المدرب الذي اخترته سيكون كفأا أنا ذكي كنت متأكدا بأنك ستقوم برفع مستوى رابح وكان توقعي في محله يبدو أن مزاجك جيد اليوم ماذا قلت لماذا قلت هذا؟ ولكني كنت أريد أن يتعلم رابح أمرا أكثر تطورا وأهمية إنه يحتاج إلى القدرة على أن يسيطر على نفسه تماما مما يتطلب أعصابا متينة وهذا أحد أهم المبادئ الأساسية يتطلب أعصابا متينة؟ أجل يجب عليك يا رابح أن تكابد وتمتلك إرادة الفوز وأن لا تفلت منك كرة أرسلها إليك زملائك حسنا ثم القدرة على استيعاب الموقف جيدا أثناء المباراة أمر مهم وستصبح هدافا أول عندما تمتلك هدوء الأعصاب والجرأة على التسديد حالما تلوح لك الفرصة عندئذ ستصبح هدافا أول ثق بي يا رابح وسوف تحقق ذلك هل تظن ذلك؟ أجل وبجميع الأحوال ومنذ الغد سنتمرن على اللعب الجماعي حسنا كن جدا فلنتعاقب على الملعب دورنا الآن مستحيل أن تتمرن هنا تبا لك أنت لا تحسن سوى مطاردة القطعة يبدو أنهم يتشجرون أعضاء الفريق يتعاركون لنتدخل حالا حسنا هاي هاي توقفوا موعدي حان الواق توقفوا من أنت؟ وماذا تريد يا هذا؟ جئت لكي ألعب مع فريق كولومبوس ولكن لدي إحساس بأنني سوف ماذا؟ لكنك إذا لعبت مع كولومبوس لن يتسنى لك أن تلعب القرآن ها؟ ولكن ماذا تعني؟ منذ اليوم هذا الملعب ملعب مارجريتا وحده أفهمت يا هذا؟ ماذا؟ لا تكن سخيفا اتفقنا أن نتناوب على استعمال الملعب ولن أدعكم تفردون رأيكم سأستخدم القوة إن لم تبتعد أتحداك أن تفعل كفا توقفا لنحزم الأمر عن طريق المباراة إذا فاز فريقكم مارغوريتا فإن فريق كولومبوس سيبحث عن ملعب آخر حسنا ولكن ولكن لو فزنا هل توافقون أن يلعب الفريقاني في هذا الملعب هل تعيدوني بذلك ولكن انتظر من أنت أنا أنا اسمي رابح ومذ الآن سوف ألعب معكم في فريقي كولومبوس أيها الزميل حقا لا بأس قبلنا التحدي ماذا؟ بإمكاني أن أضع الأمور في نصابها الآن لا أعرف من أنت ولكنني لا أحب الذين يبالغون كثيرا إذن لنبذل ما في وسعنا لكي نحصل على الفوز ما رأيك؟ صحيح؟ إذا تدربنا سنفوز بالتأكيد أنا لا أثق بقدرتنا إن فريق كولومبوس لم يتغلب على فريق مارجريتا ولو مرة واحدة ماذا؟ ولكن ما الذي تقوله؟ آهم منكما ماذا سنفعل الآن؟ آه آه هههههههههههههههههه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر